مجلس الامن يدين الاعتذاء على الصفارة السعودية في ايران طهران تأسف والمعلم يرد الاعتذار لا يعنينا اتساع رقعة عزة ايران البحرين والسودان يقطعان علاقتهما الامارات تخفض مستوى التمثيل واجتماع عربي الاحد مقتل عشرين من المتمردين الحثيين في غارة للتحالف العربي استهدفت ادارة امن الشرية بمدرية قيفا واشنطن تتوقع عقد اجتماع بين المعارضة السورية ونظام الاسد هذا الشهر داعش يطرق مداخل الهلال النفطي الليبي بعد سيطرته على شريط يمتد من سدر الى سيرت مرشح الرئاسة الامريكية الجمهوري ترامب يكرر دعوته منع دخول المسلمين الى امريكا